السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في الفيديو ان شاء الله اتكلم مع بعض على موضوع التساع المهبل وهل البنت اللي هي لم تتزوج او البنت البكر يعني المهبل عندها ممكن يبقى فيه التساع فتعانش مع بعض الموضوع ده بيجي ازاي مبدئيا اما نجي نبص على اللي بيتحكم في قطر المهبل ايه حكتين اتنين يعني المهبل زي ما احنا شايفين كده ده الرحم ها قدامنا وده المهبل ايه اللي بقى في القطر بتاع المهبل ده اولا جدار المهبل ده متطبق على بعضه كده يعني مش مفتوح لأ بيتفتح امتى لما يكون فيه اثارة جنسية بس ساعة الاثارة الجنسية او مسلا فيه مسلا ساعة الولادة انا بتكلم عموما يعني بنت غير متزوجة اللي يخلي المهبل ده يوسع اوي ديء اسنان الاسارة فيه بعض الاتساع بيحصل في جدار المهبل طب ايه اللي بتحكم في القطر بتاعه حكتين اتنين الجدار ده نفسه فيه الياف مارنة الجدار ده نفسه كده في الياف مارنة تمام والعضلة بتاعت الحود دي شايف هنا عمله ازاي ده الارضية بتاعت الحود يعني لو جينا نبص على العضم عامل ازاي هنا في المنطقة دي بصوا اهو ادي العزام بتاعت الحود ايه شايف هنا فدي العضلة اسمها ارضية الحود نفسها فالعضلة بتحيط بالمهبل ازاي بص تحت كده هنا منظر اهو يعني يعني ده جدار المهبل من بره هو العضلة بتوحيط بالايه بالجدار نفسه من بره كده يبقى قطر المهبل ده او القطر داخلي بتاعه اللي بيتحكم فيه حاجتين بقى يوم تاني قلنا المرونة نفسها بتاعت الجدار اللي هي في المارنة اللي موجودة في الجدار هنا وحاجتين العضلة اللي موجودة في الخارج دي اي بنت ما اتجاوزتشي وسنها صغير فبتلاقي الجدار ده المرونة بتاعته زي ما هي تمام لسه محافظة المهبل نفسه محافظة على الجدار بتاع وعلى القوة بتاعته وايه العضلة هنا ما حصلش ولادة او حصل شخص تخلي العضلة توسع بقدر كبير ايه بقى اللي يجعل المهبل يوسع حكتين اتنين العمر يعني اللي عمر يعني المرونة هنا كده في الجدار ده تقل يعني واحدة خلاص عادت konkurrentين سنة واكتر من خمسة واربعين سنة فالتالي المرونة في الجدار ده سألت اقول لكم مثال مثلا بسيط طبعا يعني مثال بسيطsur الصباح الشرب او الجورب يعني الشراب ده ميكون جديد يبقى ماسك في الرجل لبس الشراب كده ماسك في الرجل قوي ليه الجدار بتاعه في مرونة طيب يوم اتنين تلاتة سنة اتنين بعد كده خلاص بقى المرونة يركقل مع الاستعمال فيبدأ جدار الشراب ده نفسه يعني خلاص يضعف ويبدأ بقى ايه ما يمسكش في الرجل يقع نفس الفكرة بالزبط الكلام ده بيحصل امتى بعد فترة طويلة جدا نفس الكلام في جدار المهبل ناس تقول لك طب والجماعة ما بيعملش حاجة الجماعة ده يعني الجماعة ممكن المهبل يوس شوية وبعدين ايديت ايه رجع تاني الحجم والطبيعي تاني ما فيش موجود ما فيش حاس ما يقولك الجماعة بيوسع المهبل اقول لكم ايه الفكرة في الجماعة ده بتعمل ازاي بصوا انا من تحت هنا كده العضلة العصيرة دي لما البنت لسه بقى كون لسه اول اا يعني دلت الدخلة بقى واول يعني اول جماعة ليها بيحصل ايه البنت بتخايفة فتلاقي العضلة ديت منقبضة فقفل المهبل من تحت فيجر الزوج بيحس بمقاومة اثناء الجماعة ليه انقبابتها العضلة دي ففي الحال دي بيح اسلوب معين في التعامل معها اسلوب ازاي يعنيه طبعا هي الموضوع ده بتقول بنت خايفة فتبقى عاملة ازاي بكون في انقباض كده يعني ايه يقول لك ايه ماسكة في نفسها خايفة فتلاع عضلة منقبضة طب فيجي الزوج يدخل ايه او يحصل جماعة ما بيعرفش او يحس بديق في المنطقة دي يديق سوا ايه انقباض العضلة دي هنا كده غير كمان خلي بالك ان المهبل لسه بقى يعني اول الجماعة وكده بقى لسه في بداية مرنته خالص يعني ادي حاجة تمام ادي حاج طيب وبعدين ايه طبعا تتعامل معها باسلوب هادي وبتاع وهو مدعبة يعني ويطمنها ان ما فيش حاجة ما تخافيش ما فيش وجه يعني في بداية بتخاف ما يقول لك انا خايفة عندها مسلا في دمخها الموضوع مقلم جدا فبتبقى خايفة فا او مسلا ما بتبقى غشاء البكارة وهي الجرح وبتاع وهتعور فبقى فيه خوف شوية فمع الهدوء ومع الطمقنينة كده وتزوجي طمقنها وما بتخافيش ما تلقيش يبدأ العضلة يبقى ترتخي تاني ويبدأ احصل الجماعة بسهلاسة وبسهولة هادي اول حاجة يبقى الحاجة اللي بتخلي المهبل ده ماشي يا جدر بتاعه يوسع ويتهدل ماشي العمر الوقت يعني بعد اربعين سنة او اكتر من امش ما تجيبش واحدة بكر ولسه ما تجوزتش وتقول المهبل الواسع فيها حاجة تاني الولادة الولادة ممكن اتقى اه بس الولادة بتأثر عليه بقى بتأثر على العضلة دي مرة في اتنين في تلاتة راس الطفل قد البطيخة الصغيرة تخالي المهبل بيستوع البطيخة صغيرة تقول الجماعة يوسع المهبل ويقل المرونة بتاعته مع المرة واتنين وتلاتة فاللي بيحصل العضلة دي نفسها بتبدأ توسع شوية الفتحة دي نفسها لان الجنيب يعاد من خلال ايه المنطقة دي تتوسع العضلة دي على اخر كده فيبدأ نوع عما ايه ها مش مش ماسك او على اقدار المهبل ف بتحس ان فيه التساع فين في المهبل نفسه طب هل المهبل بيوسع طبيعي اه يعني باسناء الاثرة الجنسية بيوسع بسي وراجع لحاجة مطبيع دي حاجة طبيعي يعني بيوسع ويرجع لحاجة لحاجة متاني يوسع ويرجع لحاجة لحاجة متاني انقباض العضل الموجود بدي فيه مفوش مشكلة خالص ده ده مش معنا كده ان هو بقى ايه هيوسع بقى للابد يعني الاسئلة بقى اللي بتقول ايه او دي واحد تقول لك انا مش عارف كنت بكشف على نفسي وبعد لقيت ان لقيت فتح الحيض واسعة او فتحة المهبل واسعة هي اما مش فتحة المهبل اللي واسعة اللي حصل هنا كده في المنطقة دي الفتحة التحتانية دي شايف هنا عاملة ازاي دي الفتحة الخارجية للمهبل فالفتحة بتاع المهبل طبعا هنا ما فيش اي غشاء بكرة خالص موجود هنا ما فيش اي غشاء بكرة يعني ده كده المهبل واللي جوه تجوه في المهبل قدامكم هو ده تمام طيب لما يكون غشاء البكرة موجود يبقى عامل ازاي شكل عامل كده ده غشاء البكرة موجود اهو فالغشاء ده اشكال ممكن بقى ياخد مسلا الشكل ده. يعني المفروض ان فتحة المهبل فين اصلا الفتحة دي. دي كده هنا. اطراف بتاعتها موجودة فين? موجودة في حتة دي كده. يعني في المنطقة دي كده. ده بقى الغشاء اللي عليها. شايفيه شكل عامل ازاي? اه. الغشاء ده بقى ياخد اشكال. يعني ممكن نبقى ايه? بالمناظر دي. تعال نشوف مع بعض كده اهو. يعني دي الاطراف بتاعت فتحة المهبل نفسه. تحت السفلة يعني الاطراف دي. الغشاء بقى جوة هنا في المنطقة دي كده. قافل الفتحة دي. ممكن او المنظر ده دائري كده. ممكن يواخد الشكل زي الغربال كده. ممكن يواخد شكل حاجز في النص كده. بس الغشاء موجودة اهو. ممكن فتحة صغيرة جدا. ممكن يقى مقفول خالص. ده بيستدعى عمل اجرى حي. فالفتحة دي ممكن تبقى واسعة. ممكن تبقى دايقة. بس الغشاء موجودة. يعني مش معنا ان الفتحة دي واسعة مثلا. موجودة في الغشاء نفسه. من المفتحة ده جوة جماعة. ما بقى مجيش الكلام. الواسع وداية الفتحة اللي موجودة في غشاء البكارة. ممكن تبقى واسعة. ممكن تبقى واسعة من كده شوية. ممكن تبقى ديقة خالص. ممكن تبقى عمزة غوربال. ده اللي احنا بنتكلم عنه. فبنت بكر وما تجوزتش مفيش حاس ما عندها مهبه الواسع والكلام الفارغ ده. وواحد يقول لها خدي كلمات مش عارف ايه وحطي دهانات ايه والكلام الفارغ اللي بتسمعه ده كله كلام فارغ. تمام? الحاجات اللي توسع المهبل يا جماعة حكتين. تقلل للمرورة مع العمر? ادي حاجة. الحاجة التانية مع الوداية المتكررة. العضلة اللي قلنا عليها بتقمسكها لحوض من تحت دي كده. بتحيط بالمهبل هي دي اللي ممكن ايه تتهدى لو توسع شوية. تمام? ولو بعد فترة ممكن بيرجع تاني عادي جدا نفهاش مشكلة غالص. فياريت نكون فهمنا الموضوع ده. واتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. والللقاء في فيديو قادم والسلام. وعليكم ورحمة الله وبركاته.